وفاء وتخليدا لروح فقيد الرياضة العربية أقام نادي رواد التنس الأردني بطولة المرحوم أحمد راضي للتنس على ملاعب النادي في مدينة الحسين للشباب ولأن المرحوم كان أحد أعضاء نادي رواد التنس وسبق أن شارك معهم في العديد من النشاطات التي تخص كرة التنس الأرضي جاءت هذه البطولة كنوع من التكريم للفقيد هذه البطولة تخليدا لذكرى المرحوم الكابتن أحمد راضي اللي كان صحيح أسطورة في لعبة القدم وكان أسطورة رياضية عربية وبنفس الوقت كان هو عضو بنادي التنس الأردني كان إنسان نشيط إنسان داعم لنشاطة النادي كان إنسان متواضع جدا حظي بمحبة الجميع الحضور الرسمي كان مهيبا سواء من أمين عام وزارة الشباب والرياضة حسين الجبور أو من السفير العراقي أحمد العذاري بالإضافة إلى كريمات الفقيد وأقاربهم مبادرة حقيقة تأكس العلاقة الطيبة والعلاقة القوية ما بين العراق والأردني المرحوم كان مقيم لسنوات طويلة في عمان وعالتها ما زالت مقيمة فمبادرة مثل هذه المبادرات تأكس الروح الطيبة للشعب الأردني تجاه المرحوم واللي كان هو يمثل العراق والشعب العراقي يسيد أول شيء الله يرحم الكابتن أحمد راضي يعني كان فقيد على الوسط الرياضي في الوطن العربي جميعا وهو إحدى اللاعبين البالزين في جيل الذهبي للكرة العراقية حقيقة نحن كوزار الشباب وكاندي رياضية نعينا للفقيد لأنه كان له بصمات في الرياضة العربية نؤكد أنه كمان كل الرياضات هي تكمل بعضها البعض وحقيقة رياضة التنس جوز كان المرحوم من عشاقها بعد كرة القدم فكان يعني يمارس مع زملاء في التنس الأردني كثير من البطولات اللي يشاركوا فيها وزي ما أنت عارف هذا نادي التنس وكان اسمه نادي رواد التنس وهو الناس اللي اعتزلوا لعبة التنس ويمارسوها فقط للرياضة وكان يمارس معهم وبأعتقد أنه هذا الاشي بيجسد اللحمة الأردنية العراقية اللي بتؤكد أنه إحنا كل الوطن العربي نحن أبناء وطن واحد البطولة التي شارك فيها نحو 73 لاعبا ولاعبة في أعلى مشاركة في تاريخ نادي التنس ليوم واحد من أصدقاء الفقيد وتمكن فيها زوج الرجال سامير مرقص ومحمد حجير من تحقيق المركز الأول في أجواء رياضية حبية وتنافسية